منذ أواخر نيسان الماضي وحتى اليوم هكذا يبدو المشهد في إدلب أشلاء هنا وأنقاض هناك وسط موجات نزوح تخطت عتبة الستمائة ألف نسمة في أكبر موجة نزوح تشهدها البلاد منذ عام 2011 تلك الأرقام دفعت منظمات حقوقية وإنسانية عديدة لدق ناقوس الخطر مطالبة بحماية من تبقى في المحافظة بعدما بلغ عدد القتلى نحو خمسمائة مدني بينهم أكثر من مائة طفل قضوا بقصف طائرات الاحتلال الروسي الذي يعلن كل مرة تجربة أسلحة جديدة ضد السوريين وهو ما دفع الأمم المتحدة لمطالبة موسكو بالرد على تقارير بالشأن استهداف المشافي شمال البلاد ووفقا للأمم المتحدة تعرض أكثر من 23 مشفا في إدلب للقصف منذ بدء الحملة العسكرية على ما توصف بمنطقة خفض التصعيد كان آخرها استهداف عاملين بمنظمة بنفسج جنوب المحافظة يحدث هذا وسط صمت دولي مطبق لا يقطعه سوى تصريحات خجولة من هذا الطرف أو ذاك